مجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين بعد المئة والذي عقد مساء أمس بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث أشار مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى أن الاجتماع يهدف إلى التحضير لللقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم ولقمة قادة دول مجلس التعاون وولايات المتحدة الأمريكية والتي ستعقد في الرياض خلال زيارة فخامة رئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تجسد الدور المهم لدول مجلس التعاون بما لها من مواقف مسؤولة وما تبذله من جهود متواصلة في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة والعالم وما تحرص عليه من تعميق الشراكة والتعاون مع الدول الحليفة الفاعلة والمؤثرة إرساء للرخاء في المنطقة وتحقيقا لتنمية وازدهار دولها وأعرب مع الوزير الخارجية عن تمنيته للاجتماع بالنجاح لما فيه خير وصالح دولنا وشعوبنا وتنفيذا للتوجيهات السديدة لأصحاب الجلال والسمو قادة دول مجلس التعاون وذلك للمضي قدما بالعمل المشترك نحو أفاق أكثر تقدما في جميع مسارات التعاون تحقيقا لمزيد من الوحدة والتلاحم وتعزيزا لمنجزاتنا وحفاظا على أمن وأوطاننا وتنمية مكتسباتها بما يلبي تطلعات وأمال مواطني دول المجلس هذا وقد ناقش وزراء خرجية دول مجلس التعاون عددا من التقارير التي تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزرية والأمانة العامة المتعلقة بالعمل المشترك والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات الصديقة إضافة لآخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية